حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيد وزير المالية ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول وخطة التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبعي سواء للوحدات السكنية او الاستخدام الصناعي والانتاجي وايضا وسائل النقل هذا وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في انشاء محطة التزويد بطاقة الغاز الطبعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وتسهيل ايضا وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض ابرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وذلك من خلال وضع خطة تتضمن اجراءات حالية وطويلة الامد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية